ترجمان مع أبو بكر الحبشي والشيخ محمد السقاف قضية الإسجاد وقصة إسجاد الله للملائكة وكيف أن إبليس ارتكب أول معصية بالفعل وأبى وأظهر الضغين الداخلية والكبر الداخلي في نفسه مسألة السجود وهو من أعظم مظاهر التكريم من الآدمي في هذا الوجود وفي هذا العالم هذا يوم الإعلان الأكبر في هذا العالم أن أخضع الله تعالى العالم هذا وأسجده لآدم لأن هذا العالم مسخر لآدم ومسخر لبني آدم كما دلت آيات الكثيرة عشرات الآيات القرآنية فالله سبحانه وتعالى أمر ملائكته أن يسجدوا في الآية الأخرى فلما سواه ونفخ فيه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فقضية النسبة فإذا سويته أنا ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين السجود هنا لأمر الله السجود هنا للنسبة الإلهية الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وأمر الملائكة أن تسجد له وهذا صريح وكثير في القرآن وواضح ولهذا هذا السجود هو سجود لله هم سجدوا لله تعظيما لأمره سبحانه وتعالى في علاه أي أنهم سلموا لهذا الأمر ولهذا الاختيار ولهذا الاصطفاء الرباني الكبير وهم مخلوقين من نور ولهم مئات أو آلاف أو ملائين السنين وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى لم يعصوه سبحانه وتعالى ثم يسجد لهذا الإنسان الجديد هنا نتعلم كثير من الدروس أي تكريم هذا أولا أن ليس العبرة بمن سبق إنما العبرة بمن صدق أو بمن اصطفاه الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد هو سيد الأنبياء وإن كان جاء آخرهم لكن يأتي يوم القيامة شفيعا لهم وإماما لهم فاصطفاء الله سبحانه وتعالى في هذا العالم ليس على مزاجنا نحن ليس على تكييفنا نحن يا أخي إنسان بسيط يمشي في الشارع ربما لا يؤبه له يمكن هذا الإنسان يغفر الله لك بسببه يمكن يستجيب الله دعاء فيك رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبرق سما نحن تعلمنا هذا الدرس من البداية من البداية تعلمنا هذا الدرس أن الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم وأسجد له هؤلاء الملائكة إبليس مع ما مضى منه من كثرة العبادة جاء أن إبليس ملأ الأرض عبادة ما ترك مكانا في الأرض إلا صلى فيه ملأ الأرض سجود صلى كثير وعبد كثير وترقى كثير وحتى رفعه الله تعالى إلى الملائكة فصار يخاطب معهم وصار يكلم معهم ومع ذلك ومع ذلك طبعا ما نتكلم كثير في قضية هل إبليس جن ولا إبليس هو من الملائكة ولا من الجن هذا واضح في القرآن نص الله سبحانه وتعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه خلاص بيّنها الله تعالى ما عالي يحتاج نحنة فلسف في شيء واضح أمامنا بالنصر لكن رقي إلى المرتبة عجيبة لكن رقي إلى المرتبة لكن هذا كان استدراج حتى نعلم أن العبادة هي طاعة لله هي طاعة لله ولأمر الله سبحانه وتعالى في حلاء فإبليس كان يكن ما ذكرنا في الآية التي قبلها لما قال الله أني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هابليس كان يخبئ في نفسه سوءا اعتراض كان يصلي لا إخلاصا لله سبحانه وتعالى لكن كان يطمع في منازل معينة فقط فلما اختبر أبسط اختبار سقط ولذلك الإنسان لا يختبر في علاقته بالله ما فيه إنسان يختبر في علاقته بالخلق نحن نختبر بعلاقتنا ببعضنا البعض أما تقول الإنسان يا أخي تعب يقول كلنا نعبد الله كلنا نعبد الله كلنا نصلي لله سبحانه وتعالى لكن ليش أنا يا أخي أبر والدي يأخي أبوي واحد يعني قريب لسه مسألة واحد يا أخي أبوي ليش أنا أطيعه أنا إنسان هو إنسان يا سلام ليش المنطق العجيب هذا هذا منطق إبليس يتكرر كثير مخلوق لمخلوق ليش يا أخي ليش أنا أعظم مكة والمدينة يا أخي تراب يا أخي أنا ليش أعظم الكعبة حجر أنا إنسان أعظم حجر ليش أنا أحسن من الحجر كيف أنا أعظم الحجر وخذ يلا هذه القضية هذا مفهوم إبليسي دائما يدس في نفوس البشر وسنتكلم عنه بعدا إن شاء الله في صنايا إبليس كيف يدس دسائسه في الناس هذه فكلهم سجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين إيش سبب استكبار إبليس أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وإن شاء الله تعالى نتكلم في هذا شيء من التفصيل عن السلوب هذا إبليس هل تكلم بعقل تكلم بمنطق ولا تكلم بسداجة وببلاها لا إبليس تكلم بعقل وبفلسفة ومنطق وجدل كلام طويل عريض عجيب يعني أراد أن يجادل الله سبحانه وتعالى ما كان شخص ما كان شخصية مغفلة لا لا أختم الحلقة بس سؤال بسيط دار فيني هل كان السجاد السجاد عبادة أو السجاد التعظيم لأمر الله فقط يعني هل سجدوا الملائك سجود سجود العبادة لا ما يعني ملائك يقول له بهذا أحد لا شك أنه ما أحد يعبد غير الله لكن هذا السجود هو امتثال لأمر الله وتعظيم لله سبحانه وتعالى لا شك أنه لو قلنا أن هذا سجود يعني ملائكة تعبد آدم استغفر الله لأنه ما هي عبادة لله وتعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى تعظيما لآدم الذي أمرهم الله أن يعظموه إذن نكمل بإذن الله تعالى معكم في الحلقة القادمة هناك الحلقة بين آدم والملائكة تكلم عنها ممكن حلقة أو حلقتين إن شاء الله تعالى نتكلم على الحلقة القادمة نكمل إن شاء الله تعالى قصة آدم والملائكة ومع إبليس في الحلقة القادمة من برنامجكم ترجمان إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمان مع أبو بكر الحبشي والشيخ محمد السقاف